من 2007 حتى 2013 وكالة الامن الكومي او ال NSA الامريكي كان عندهم صلاحيات ان هما يوصلوا لجميع المعلومات بتاعتك على مواقع التواصل او حتى بروتوكولات الانترنت مثلا انت بتعمل مكالمة من تليفونك لشخص تاني كان عندهم صلاحيات ان هما يتجسسوا على المكالمة دي اسمع المكالمة وحددوا مكانك وعرفوا كل الانفروميشن بتاعتك كان عندهم صلاحيات ان هما يوصلوا الجميع المعلومات بتاعتك على مواقع التواصل لان كان في حوالي 10 مواقع متورطة بشكل استخباراتي لتابع لل NSA وكالة الامن الكوم الامريكي كان عندهم صلاحيات ان هما يسمعوا اي معلوماتي هم مايزنها منها وكان عندهم حق الدخول او برويميشن ان هما يدخلوا لي السيرفرات او الخوادمي بتاعت الشركات بشكل مباشر بدون اي ازونات يعني اي خلال ثلاث的 يعني كان عندهم صلاحيات مثلا ان هما يدخلوا على رسائل الجيميل بتاعتك البريد الإلكتروني كان عندهم صلاحيات يدخلوا على المكالمات الصوتية على مواقع التواصل مكالمات الفيديو وعلى الصور على الملفات اللي انت بتبعتها وتستلامها في نفس الوقت بدهم صلاحيات يدخلوا على جميع الصلاحيات بتاعت مواقع التواصل زي مثلا السبب بتاعتك والبيانات الخاصة بتاعتك كانوا بيجمعهم علومات عن اي حد هما يجينوا بسهولة جدا كل هذا كان بسبب ان اكتر من 8 مواقع استخباراتية تحت هيمنة او يعتبر تحت حكم الانس اي من ضمن المواقع دي فيسبوك اللي هما بيسموه في مجال الاستخبارات العملاق الازرق عندنا برضو جوجل عندنا جيميل وهوتميل وسكايبي وابل وموقع ياهو فالمواقع دي كلها اصلا كانت خضائعة للحكم بتاع الانس اي وكانت تحت منها بحيث انها اي معلومات عايزها بتجمعها منها فالمواقع دي كلها كانت وصفتها انها تجمع معلومات ولو الانس اي محتاجها تبدأ انها تسحبها كل ده كان تحت برنامج كان يعتبر تحكم فيه برنامج تبع الانس اي او وكيل تلمن القومي البرنامج ده كان اسمه بريزم كان بيضم يعتبر كل المواقع دي بياخد كل المعلومات دي وبدون اي صلاحية بس انا بقولك من 2007 حتى 2013 لان جيه في 2013 واحد اسمه ادوارد جوزيف سنودن ادوارد سنودن ده هو اللي فضحهم هو اللي صرب البرنامج بتاع بريزم ده على الانترنت وكل الناس عرفت بالموضوع ده مين هو بقى ادوارد سنودن ده خلينا نتعرف عليه بالتفصيل زي اي حد كان حتى المستوى بتاعه في التعليم من موصل السنوية العامة كان مستوى من الطلبة المتوسطين عشان بس محدش قول ان الهكرس بيكونوا محتلفين في الدراسة او في الجامعات او في المدارس لا الموضوع مالوش علاقة خالص بان انت تكون بتدرس مثلا حاجة معاناة لما هو خلص السنوية بدأ ان هو يدخل الجامعة خاصة بعلوم الحسوب او علم الكمبيوتر حيث ان هو يدرس بقى الكمبيوتر والبرمجيات والحاجات دي لما خلص الجامعة وخاد الشهادة بدأ ان هو يدخل الجيش في 2003 لما دخل الجيش كان بيحب الجيش بتاع بلده وكان شايف ان هو يعني بيشوف المصلحة بتاع بلده فطبعا انضمر الجيش وبدأ ان هو يعمل شوية تمرينات كده وتدريبات خاصة بدأ ان هو يتحق بالقوات الخاصة في الجيش بتاعه من ضمن القوات الخاصة اللي هو كان فيها دي كان فيه نظام برنامج بيدربهم بحيث ان هم بيساعدوا العراقيين من الاحتلال يعني كانوا بيحاربوا مع العراقيين ضد الاسرائيليين تفهمت الفكرة؟ طيب فادوارد سلودين كان حابب جدا ان هو يروح يشارك في الحرب دي ضد الاحتلال والاضطهاد ده لانه ما كانش حابب ان هو التقييد والجودة كان حابب دايما الحرية وان هو يوفر للناس الحرية والخصوصية بتاعتهم وليهم انهم الحق وكان بيكره مثلا الناس اللي هي يعني بتطهد الناس دي او اعتبر بتزلها او بها مثلا بيجي تحاربها او بتستولي عليها والاستعمار الجودة فكان حابب جدا ان هو يروح يشارك في العراق حيث ان هو يصد الهجمات دي او يعتبر يحارب مع الناس دي بس كان بيقول من ضمن البرنامج ده اللي كان يدرب الكوات دي ان الشايف عدد كبير جدا من الناس اللي في البرنامج ده معه حابين ان هم يقتلوا العرب مش حابين ان هم يدفعوا معهم يعني كانوا متحمسين لقتل العرب مش ان هم يقفوا معهم مثلا ان يحاربوا معهم ضد اسرائيل فبالتالي دي من بعض الحاجات اللي هو قالها برضو اثناء فتح تدريبه في الجيش بس للاسف رجليل اتنين اتكسره في بعض التمرين والفرحة بتاعته مكملتش بعد جدا بدأ ان هم يستبعدون من الكوات الخاصة اعتطرر في البيت بعدكدى بدأ ان هو يشتغل في مكتب تابع لوكالة الامن القومي مكتب تابع له يعني اعتبر منشاقة خاصة او حاجة تابع فروع الامن القومي ووكالة الامن القومي بدأ ان هو يشتغل كده نظام حارس امن بس مش اكتر بعد كده طبعا لما كان ليه خبرة فيه الكمبيوتر والحسوب والبرمجة والحاجات دي بدأ ان هو ينضم ليه اللي هو اعتبر وكالة الاستخبارات المركزية بدأ ان هو انضم ليها وهدف خبرته طبعا والحاجات اللي هو شافها والبرامج اللي هو اشتغل عليها معهم لان الاستخبارات دي شباب بيكون لها برامج خاصة بيشتغلوا بيها سيستم معين من البرمج ليه مهمه بدأ يشوف اسرار وكمية حاجات كتيرة جدا دفعاته ان هو يفضح الامريكان ودفعاته ان هو يتكلم عن الموضوع ده لانه كان يعتبر الناس بالكامل بكل الحسابات او كل الصلاحيات اللي هم معهم من كلال مثلا تجسسهم على مواقع التواصل زي ذي زي فيسبوك والجيميل يعني اي حد دلوقتي مع جوجل يبدأ ان هو يعمل ايميل هم كان عندهم صلاحيات يدخلوا المعلومات بتاعت جيميل بتاعك شوف انت الجيميل مثلا عليه عليه مزمنة للصور بتاعتك عليه مزمنة لمقاطع الفيديو كل الداتا بتاعتك عليه مزمنة مثلا للرقم بتاعك عليه مثلا البيانات الحساسة بتاعتك صورك فيقدر يوصل لكل معلوماتك من خلال الجيميل بس ما بالك انا بقول لك اكتر من 8 مواقع او اعتبر 8 نظام مواقع تواصل اجتماعي كانت تحت هيمانة الانس اي المهم بعد كده بدأ ان هو كان عاوز يفضحهم بس رفض لسببين قال ان هو مش عاوز يفضح المصادر اللي هم كانوا بتجسسوا عليها وفي نفس الوقت برضو كان في اوباما في 2008 كان اوباما خلاص هيبدأ ان هو يمسك فبدأ ان هو يقول ممكن اوباما يزبط الموضوع شوية وبدأ ان هو مسلا يستنى شوية ما كانش عايز يفضحهم بدأ ان هو يستنى وقول ممكن اوباما هو يطور البلد شوية ولكن للأسف برضو اوباما طلع زي الليته وبدأ ان هو برضو يباوز الموضوع اكتر فجد في 2009 وبدأ ان هو يسيب وكالة الاستخبارات المركزية وبدأ ان هو يعمل كمتعاقد من الكطاع الخاص مع وكالة الامن القومي وكان شغال معاهم في قاعدة عسكرية في اليابان بس تابع لوكالة الامن القومي قاعد في القاعدة دي حوالي تلات سنين خلال التلات سنين دول كان شايف ان هو باما مغيرش اي حاجة والموضوع زي ما هو فقال لا انا لازم افضحهم والموضوع بس مسألة وقته فضل قاعد فيها بحيث ان هو يرتب اموره بس وفي 2013 قدم طلب اجازة وهو ان كان عامل نفسه تعبان وعنده مرض الصرع وكان محتاج ان هو يتعالج بس مش اكتر فقدم للن اس اي على اجازة فسمح له بالاجازة لما اخد الاجازة على طول هرب على هونج كونج طيب هرب ليه؟ لانه صرب معلومات حاسسة جدا عن برامج التجسس اللي بستخدمها الان اس اي في التجسس على المواطنين وقال لهم يا جماعنا كنت شغال معاهم وكنت باخد منهم راتب حوالي 200 الف دولار في السنة وكان عندي بيت خاص بيا في جزيرة هواي في امريكا فانا مش محتاج فلوس ولا محتاج مثلا بيوت انا خايف بس على الاهلي وكل الفكرة ان انا عاوز افضح موضوع التجسس ده لانه بيهدد الامن بتاع بلدي وبهدد الخصوصية بتاع بلدي وقال الكلام ده كله ليه صحفتين الصحيفة الاولى اعتبر صحيفة الجارديان البريطانية والصحيفة التانية بتاعة واشنطن بوست الامريكية فبدأ ان هو صرب المعلومات دي وهراح على طول بعد كده على موسكو وبعد ما سنودن راح موسكو طبعا المخابرات هنا والنس اي والسي اي اي وكل الاستخبارات بتاعة امريكا بتتابعوا بترقبوا وعايزة تنيه تصل باي طريقة واي دولة هو بيروحها بيطلبوا من الحكومات بتاعتها على طول ان هما يسلمونهم ادوارد سنودن فطبعا كان هنا لازم يعمل حاجة اسمها طلب لجوء ان انا بعمل طلب لجوء للبلد دي حس ان انا اقدر اعود عندكم كده وتحموني ففي الوقت ده كانت روسيا يعتبر هي النظام حليف لامريكا بس كان عندهم مثلا اتفاقيات بتمنع ان هما يسلموا اي حد ليهم فبدأ ان هو يعمل طلب لجوء لروسيا وفعلا استقبلوه هناك قعد هناك حوالي سنة مدة دولهم بس طلب لجوء لمدة سنة ان هما اسمح لك ادوارد سنودن تقعد في روسيا لمدة سنة واحدة بعد كده نقدر ان احنا تسلمها طبعا هو قعد فترة كبيرة بعد كده بدأ ان هو يعمل طلب لجوء للبرازيل قعد فيها فترة بعد كده راجح تاني عمل طلب رجوء لروسيا بس لجوء دائم بحيث ان هو عقب في روسيا مدى الحياة طيب فبعد كده ادوارد سنودن قعد هناك وبدأ ان هو يسرب بقى كل التفاصيل دي ومن ضمنه برضو البنات اللي هو يسربها اللي اعتبر برنامج تجسس الرقمي اللي هو اعتبر اسمه بريزم وده كان برنامج كده بتستخدمه الانسي بحيث انه يتجمح كل المعلومات عن المستخدمين وطبعا الموضوع ده كله انتهى في 2013 زي ما قلت لكم فده باختصار ادوارد سنودن لو انتم حابين ادوارد سنودن او حابين سماعوا الفيلم بقى كامل هتقول لي هم عمل الفيلم فين في امريكا وازاي وراحل استخبارات وعمل الفيلم في امريكا هو اصلا في روسيا اقول لك لا هو في روسيا ومثل الفيلم في روسيا وجاب كل الاحداث بالترتيب وجاب التفصيل فانا سمعت الفيلم وجبت بعض الاحداث وانا عارف ادوارد سنودن عارف شوات معلومات عنه فبدأت ان انا لخص لكم الموضوع فلو انت حابب ادوارد سنودن او حابب انت تعرف شوات تفاصيل عنه او حياته بدأت ازاي او الاحداث بشكل حقيقي تقدر تشوف الفيلم اللي انا سيبه لك في الديسكريبشن انا سيب لك رابط مباشر له هتروح للفيلم وشوف كل التفاصيل في الفيلم ده اسمه بنفسك وحوالي ساعة ونص او ساعتين فانا هسيب لك الفيلم في الديسكريبشن تقدر تشوف الفيلم وتستفيد من المعلومات اللي فيه كلها والعلمك معلومات كلها حقيقية وحصلت فعلا من 2007 لحد 2013 فده باختصار ادوارد سنودن بتمنى يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ياريت تدعمونا باللايك وسبسكرايب عندك اي استفسار او اي كومنت اكتبوه في كومنت تحت الفيديو ونشوفكم في علاقة جديدة من قناة فيروس بنك السلام عليكم اشتركوا في القناة